إذن لمناقشة ملف جريمة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب السياسي مازن التنميمي أستاذ مازن مرحبا بكم لنبدأ من اتهام أهالي قرية الفرحاتية تهموا اللواء الثاني والأربعين التابع لميليشيا الحجد بخطف أبنائهم وإعدامهم ميدانيا لكن ما دلالات ارتكاب الميليشيات لهذه الجريمة المروعة أستاذ مازن الله الرحمن الرحيم تحياتي لك وللقناة وللمشاهدين أخي الفاضل ما هو الجديد والغريب في هذه المجزرة أليس هي انتداد لمجازر سبقتها لا تعد ولا تحطى يعني هذه سياسة ممنهجة منذ الاحتلال ولغاية الآن والاستهداف مستمر ولن يتوقف وهذه ليس لن تكون هذه المجزرة الأخيرة طالما هناك أصابات وميليشيات صفوية من تقود الحكومة في المنطقة الخضراء وهذه هي جريمة بشعة بكل المقاييس لأنه ممنهجة وهناك غطاء رسمي وفر لهذه الميليشيات أن تقوم بهذا العمل بدليل هناك أجهزة ووحدة أمنية موجودة ومن خلال الوحدة الأمنية استطاعوا أن يصلوا إلى سكن هؤلاء فكانت العملية منظمة وممنهجة وهذا الاستهداف الذي تقوم به هذه الميليشيات هو لتنفيذ لأوامر إيران من أجل أن تقوم بترحيل هذه المناطق ومثل ما حصل بالسابر لأجل أن يستكي الناس آخرين وهذا هو الهدف والديدنة من هذه العملية ولذلك هذه الميليشيات لن تكتفي بهذه الجريمة لأنها الحقيقة زيدنها أن تقوم بهذه العمليات باستمرار لأجل إرهاب الناس وبنفس الوقت لأجل أن تزرع الفوضى ولكي توصل الرسالة إلى العالم بأن من يحكم الأراق هي الميليشيات المضبطة بإيران وسيبقى هذا الوضع على ما هو عليه أستاذ مازن هناك اعتراف لمحافظة صلاح الدين عمار جبر خليل يقول بأن هناك قوة ترتدي زيا عسكريا معروفة على الأرض هي المسؤولة عن هذه الجريمة وفي ذلك إشارة واضحة إلى ميليشي الحجد تعتقد أن هناك تواطع حكومي في ارتكاب هذه المجزرة أستاذ مازن؟ بلا شك من يوفر الغطاء والمظلة لهذه الميليشيات هي الحكومة المتنثلة بالأجهزة الأمنية المتواجدة في هذه الساحات وفي هذه المناطق ولذلك لن تجرأ ميليشي أن تقوم بهذا الفعل لو لم يكن هناك تنسيق وتتعاون بينها وبين هذه الأجهزة بعدين إحنا ليش نستغرب معظم الأجهزة وحتى الجيش جزء كبير مننا مرتبط بالميليشيات وجزء كبير من هذه العناصر العسكرية تخضع بالمطلق إلى قيادات الميليشيات وبالتالي نعم هذه العملية مرتبة ومنظمة ومتفق عليها وبدليل ذوي المغدورين عندما وصل رئيس ما يسمى حكومة العراق قدموا لأسماء الذين ارتكبوا الجريمة وتحديدا حتى أعطوا أرقام السيارات التي قامت لهذه العملية فبالتالي الجرم مشهود وبالتالي هؤلاء لا يخشون من الأقاب لأنهم يعرفون جيدا هم الذين يقودون السلطة وهم الذين القوة على الأرض وحتى عملية محاكمتهم لن تحصل لأن الحشد تحدث محكمة خاصة بالحشد فلذلك أي جريمة ترتكب يتهم بها الحشد يجب أن يحول الملف إلى محكمة الحشد وهي من تتخذ الإجراءات ولذلك حاميها حراميها والأرمي الرجل رئيس وزراء لشؤون التعزية لا أكثر ولا أقل في هذا المفصل أستاذ مازن يعني الكاظمي طالب بانتظار إكمال التحقيقات قبل أصدار الأحكام بشأن مزارات الفرحاتية هل يمكن التعويل على نتائج هذه التحقيقات في أخذ حق هؤلاء الضحايا منذ الاحتلال ولغاية الآن لو نسوي جرد أحصائي للجانة التحقيقات التي شكلت بارتكاب الجرائم تقدر بأكثر من 25 ألف لجنة تحقيقية أين هي نتائجها؟ الكاظمي مضى على 6 أشهر وصارت 22 لجنة تحقيقية شكل أين هي نتائج هذه اللجان؟ بالأمس القريب قتل الأعلامي هاشم الهاشمي وشكل لجنة وقصفت السفارة الأمريكية وشكل لجنة وقتلت الناشطة في البصرة الدكتورة وشكل لجنة وهجموا على مقر اتحاد الدموقراطي الكردستاني وشكل لجنة الكاظمي يجيد فن الوعود والكلام أما على مستوى الفعل هو أضعط من أن يتخذ أي إجراء لأنه هو جزء من المنظومة السياسية الفاشدة المرتبطة بإيران وهو رجل إيران بغض النظر عن طريقة الغزل الذي غازل بها الإدارة الأمريكية إلا أنه جزء من هذه العملية السياسية التي تقودها إيران طيب أستاذ مازن بدقيقة لو تفضلتم بذلك الأمم المتحدة دانت قتل المدنيين في صلاح الدين وأيضا طالبت بإطلاق صراح المختطفين الأربعة من أبناء الفرحاتية لكن هل لهذه الدعوات الأممية أذان مزغية في الداخل السياسي العراقي بدقيقة لو سمحتم والله من العار على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عندما يعرف الجرائم ترتكب بحق العراقيين الأبرياء يوميا وأفضل ما يقدمه يصرحون إدانات باستحياء أنه ندين ونجب وعلى الحكومة وهناك سلسلة من الجرائم ارتكبت ومناشدات من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة كلها ضربت أرض الحائط هذا دليل على أنه المجتمع الدولي والأمم المتحدة والويات المتحدة الأمريكية ومجلس المتواطع مع هذه العملية السياسية ومع هؤلاء العملاء وهم من جاءوا بهم إلى سدة الحكم ولذلك لا نترجل من الأمم المتحدة وقبل أيام ممثلة الأمم المتحدة تشرع عمل الميليشيات عندما تزور أحد قيادات الحشد وأكبر مجرم على ارتكب جرائم بحق العراقين فعن أي أمم المتحدة نتحجل من لندن الكاتب السياسي مازن التميمي شكرا جزيلا لكم